بجد الترحيب بفضل الشيخ الدكتور عمر الورداني أمين الفتوى ومدير إدارة التدريب بدار الإفتاءة المصرية أهلا وصحة للمحاضرتك طيب نتحول دكتور عمر إلى فكرة أهمية إعمار بيوت الله في هذه الأماكن اللي احنا بنشوفها مع عرضها هذه الأموال التي تنفق أو تخصصها الدولة لبناء المساجد نتكلم فقط على ترميم المساجد حتى المساجد القديمة زي ما بقولت أنا الرقم قلته من شوية 3600 مسجد تم ترميمهم وتكلفوا حوالي 3 مليار جنيه وإن بيبنى 1200 مسجد جديد في خلال أربع سنين أو ست سنين عفوا أما للبركة اللي موجودة في مصر جايمين ما أنا بقوله حرائية يعني برضو أرقام ما هو اللي حاصل للأرقام دي هي الاستثمار الذي يعود على مصر بهذه اليد التي تحرص مصر من كل ما يحصل فيها لأن من بلى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجن هذه المساجد في الحقيقة والاهتمام بهذه المساجد في الحقيقة هو في الحق لا يبني فقط أماكن للعبادة ولكن يبني الإنسان يعني صوت الأذان وهو بيتردد في جنبات المعمورة هو يعمر الإنسان من الداخل بالنور ويكذلك يعمر بأن الله معه ولذلك إيه يحصل؟ لو أن دولة ولو أن أي حكومة وأي مكان تكلف عليه كل هذه العدوات الموجودة في مصر إيه اللي حاصل؟ كان تعرض الناس فيهم إلى كثير جدا جدا من الخوف ولكن وجود هذه المساجد وهذا الإنفاق هو في الحقيقة يبين أن إحنا حريصين كل الحرص على أن البناء بناء الإنسان يكون بناء منيرا بناء مستنيرا وهو ذات اللي إحنا بنحاول نتكلم فيه كثير على أن بناء المساجد لابد أن يقابله كمان بناء للإنسان وقبل بناء الإنسان لابد أن يكون هناك بناء للعالم لازم يكون هناك استعداد للعالم عشان يقدر يواكب دوق وظيفة المسجد ما هو العالم أو الإنسان لازم هيخرج برضو من المسجد هو دا لا نفرض هوية ولا نفرض فكرا ولا نفرض رأيا ولكن من أراد أن يدخل إلى بيت الله لكي يتعلم العلم الصحيح سيجد العالم الجليل كفالدكتور عمر ورداني وعلمائنا الأفاضل لكي يعلمنا علوم الدين لنذهب إلى زوايا مجهولة فيها أشخاص مجهولين لديهم أفكار شازة وأفكار للأسف يعني العالم اكتوى منها تعالى نقول بس أن المساجد زي ما إحنا عندنا عارف حقيقة احتلال فيها يسمى احتلال الأرض وفيه احتلال المفاهيم آه احتلال المفاهيم احتلال المفاهيم ده يأتي في بعض الأحيين بصورة تهدم المقدسات عندنا احنا اللي حصل عندنا في كتير من الأحيين أن المساجد الله سبحانه وتعلم وأن المساجدة لله وأن المساجد لله ليست للإيدولوجيات وليست للتحذبات اللي حصل أن المساجد عندنا في كتير من الأحيين بقى في مساجد فيها كثير من أيدولوجيات طب ده أدى إلى أن المساجد تعطى الضرة وتحولت من مساجد للقيم إلى مساجد للحشد بقى المساجد دي مش بتأخذ الناس إلى الله شوف كده لما نقول كده أن الرجل إذا توضأ في بيتي ثم ذهب إلى المسجد كانت خطواته إحدى تقعدت خطية والأخرى ترفع درجة هو إيه المقصود؟ المقصود تجديد الحياة ورؤية الله سبحانه وتعالى واحدة لا لا رؤية حزب ولا رؤية حركة ولا رؤية كذا كذا اللي حصل المساجد بقى هناك مساجد معلمة ببعض الطيرات المفتطرفة اللي عندنا وأصبحت هذه المساجد لأن الناس ما بتقدرش تحشد فأصبح الله ينادي على الناس ثم المساجد في بعض المساجد هناك من يخطط في الناس في المساجد